نحن الآن على أطراف مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي شهدت هذه المنطقة اليوم اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني السوري من جهة وقسد من جهة أخرى على أطراف نهر الساجور شمال مدينة منبيج الفرق الأولى التابعة للفيلق الأول في الجيش الوطني السوري استهدفت نقاط عديدة لقسد مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحة بحسب ما ذكر لنا قادة عسكريون في الفرق الأولى قسد قامت باستهداف محيط نقطة تركية متواجدة على أطراف جرابلس مما أدى إلى مقتل جندي تركي كما قامت قسد أيضا باستهداف منازل المدنيين مما أدى إلى نزوح عائلات كثيرة من قراء التخار الكبير والصغير والحلونجي وغيرها من القراء المتاخمة لنهر الساجور شمال مدينة منبيج لا تزال إلى هذه اللحظة اشتباكات متقطعة بين الجيش الوطني السوري من جهة وقسد من جهة أخرى وسط استهداف من قبل المدفعية التركية لنقاط قسد المتواجدة على أطراف نهر الساجور ودرك جاء قناة حلب اليوم ريف حلب الشرقي